السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة السابعة الاهتزازات سبع إلى اثنين ملاحظة الاهتزازات هناك العديد من الاهتزازات التي تحدث في حياتنا قد تكون سريعة وصغيرة لا نستطيع ملاحظتها أو استيعابها بسهولة حيث أن عيننا لا تستطيع الاستجابة بسرعة كافية إذا كان تردد الاهتزاز أكثر من خمس اهتزازات في الثانية وساعتها يظهر الاهتزاز بشكل ضبابي مهارة عملية ملاحظة الاهتزازات البطيئة واحد نظام كتلة وزنبرك في وضعية أفقية تظهر الصورة التالية هذه التجربة فهي مكونة من عربة مربوطة بزنبركين متماثلين مثبتين من الجانبين وعند تحريك العربة نلاحظ أنها تهتز إلى الأمام والخلف على طول المنضدة ونلاحظ أن أكبر سرعة للعربة يكون عند مرورها بموضع الاستقرار في حين أنها تتباطى لتصبح لها أقل سرعة عند طرفي الاهتزاز حيث يقوم الزنبركين أثناء الاهتزاز بالانضغاط والتمدد 2- بندول طويل تظهر الصورة بندول بسيط مثبت في سقف الغرفة يتمسح بالكتلة مسافة صغيرة ثم تركها تهتز سيهتز البندول إلى الأمام والخلف بالتردد الطبيعي للاهتزاز حيث يكون للبندول أعلى سرعة عند موضع الاتزاز في حين أن السرعة تصل إلى أدنى قيمة لها عند أبعد نقطة من موضع الاتزاز ونلاحظ أن كل من العربة المتحركة والبندول يتشابهان في الحركة حيث يتوقف البندول والعربة عندما يصلان إلى أقصى إزاحة عن موضع الاتزاز في حين تزداد سرعتهما كلما اقتربا من موضع الاتزاز 3- مخروط مكبر الصوت في هذه التجربة يتم توصيل الأدوات كما في الصورة التالية ثم يتم ضبط مولد الإشارة على تردد منخفض لتشغيل مكبر الصوت بحيث يكون اهتزازه ملحوظا ونلاحظ أن غشاء مكبر الصوت يتحرك حركة اهتزازية مشابهة لحركة كل من البندول ونظام الكتلة والزنبرك انتهى درس اليوم ألتقي بكم على خير